كنا بنتكلم النهاردة على مسألة إصدار الشهادات في بنك مصر والأهلي بأجل 3 سنوات 14% بنك ناصر أصدر شهادة تانية 15% برضو أجل 3 سنوات لكن مقسمة إنه لو هتدفع العائد شهريا أو ربع سنوي أو سنوي فإذا كان سنوي ده اللي هيبقى 15 إن كان بشكل شهري فدي هتبقى 14 أيضا أحد البنوك الخاصة أصدر كان من الأسبوع اللي فات لو أنا متذكر شهادة بس أجل 4 سنوات 14 يجي السؤال وليه ما استمرتش شهادة 18؟ طبعا ده سؤال الشارع طول الوقت وليه ما سبتولناش 18 ورحتو عامل لنا الـ 14؟ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا يعني أنا شايف من وقت ما اتعاملت الشهادة المربوطة لمدة سنة 18 الموضوع ده واخد حيس كبير من تفكير المصريين وده موضوع فني بحث يعني ده موضوع فني بحث مش محتاج يعني حالة الشد والجذب والجدل ودائما الناس بتكلمني عليها في النقطة دي هو الموضوع باختصار إن احنا عندنا تضخم زي أي دور في العالم عندها تضخم فعلاج التضخم للحكومات بتلجأ للسياستين لإما السياسة مالية لإما السياسة النقدية السياسة النقدية إن هي بترفع سعر الفايدة علشان تحاول بقدر المستطاع تسحب السيولة اللي موجودة في السوق علشان تعمل كبح جماح التضخم لكن التعامل مع التضخم عايزة فقط بيكون عن طريق السياسة النقدية ولكن الناس كلها بتتكلم بالسياسة النقدية وسعر الفايدة ولكن أيضا بيكون فيه حاجات تاني برضو سياسة مالية مهمة بقى اللي هي بنقول عليها الإجراءات اللي بتقوم بيها الحكومة وعمل مشاريع انتاجية وكل الإجراءات اللي بتقوم بيها الدولة التانية دي بنطلق عليها سياسة مالية الفرق بين الحاجتين إن السياسة النقدية المفروض يكون تأثيرها سريح شوية يعني أنت كل ما يكون عندك تضخم كبير بتحاول بقدر المستطاع أنك أنت تستخدم السياس المقدار لأن تأثيرها بيكون أسرع وطبعا برضو الاستثناء أنك ترفع سعر الفايدة يعني مش الاستثناء أن يكون مرتفع الغير طبيعا أن يكون سعر الفايدة مرتفع بالشكل ده